أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الملف النووي الإيراني في أول حديث هاتفي بينهما منذ تولي ترامب السلطة وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الطرفين اتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر إزاء مجموعة من المسائل الإقليمية خصوصا ما وصفها البيان بالتهديدات التي تشكلها إيران كما دع ترامب نتنياهو إلى زيارة واشنطن في فبراير شباط القادم من جهته أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن رغبته في العمل بشكل وثيق مع ترامب وأكد أنهما سيبحثان الوضع في سوريا والاتفاق النووي الإيراني